للأسف طبعا شيعت جنازة الفنان الراحل حسن كامي وخرج الجثمان من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة وأدى صلاة الجنازة ألاف المصلين فيما لم يحضر سوى الفنان أيمن عزب عضو مجلس نقابة الممثلين والفنان شريف خير الله وتقدمت مشيعي الجثمان الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللي قررت الوفدئي أحداد في جميع مسارح دار الأوبرا قبل بدء عروض النهاردة طبعا معروف أن الفنان حسن كامي الله يرحمه هو ممثل ومطرب أوبرالي ولد فيه عام 36 تحديدا في 2 نوفمبر ودرس الأوبرا وطبعا ده كان بعد دراسته للحقوق وهو الحقيقة شارك في العديد من الأعمال الفنية على مدار تاريخه من أبرزها أنا وانت وبابا في المشمش وبابت الحلواني ورقفة الهجان والخواجة عبدالقادر والعراف وغيرها ترجمة نانسي قنقر